موجز الأخبار من المحور أهلا بكم شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مراسم رفع العالم المصري في معرض اكسبو دبي 2020 في اليوم الوطني المصري وأكد مدبولي خلال مؤتمر على هامش المعرض أن الحكومة حرصت منذ بدء الترتيبات للمشاركة في المعرض أن تكون مشاركتها متميزة من كافة الجوانب سعيا للظهور بالشكل الذي يريق بمكانة مصر وثق لها على المستويين الإقليمية والعالمية وتاريخها العريق بين دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن الجناح المصرية يبرز مبهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل من خلال المبادرات التنموية التي تتم في مصر في كافة مناحي الحياة وتقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مناطق صناعية وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الجديدة إلى جانب الترويج لمصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية على الخريطة العالمية ينطلق اليوم مؤتمر يوم المدن العالمي من محافظة الأقصر وعلى مدار يومين تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس الوزراء وكبار الشخصيات الدولية ومن المقرر أن يتم عقد ثلاث جلسات لاستعراض بعض البرامج والمشروعات التي تنفزها الحكومة المصرية وعاد رأسها برنامج تطوير الريف المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة حوالي 58 مليون مواطن بقرى الريف المصرية أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 432 متعقيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وأوضح بيان وزارة الصحة أمس أنه تم تسجيل 927 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس وفات 52 حالة جديدة يواجه فريق فيوتشر نظيره للاتحاد السكندري في الخمسة والنصف عصر اليوم على استادل اسكندرية في افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدور الممتاز لكلة القدم وطالب علي ماهر المدير الفني لفيوتشر لعبيه بمواصلة الانتصارات لتدشين موسم مميز لا سيما بعد اكتساب دفعة معنوية هائلة من الفوز على فرقه في بداية المشوار ويستضيف إنبي نظيره المقاولون العرب في أساملة مساء على استاد بترسبورت ضمن منافسات نفس الجولة للمسابقة يستضيف ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح نظيره برايتون في الرابعة عصرا على ملعب الانفيلد كما يحل تشيلسي ضيفا على نظيره فريق نيو كاسل يونيتد على ملعب سانت جيمس بارك ويستضيف مانشستر سيتي نظيره فريق كريستر بلس في نفس التوقيت على ملعب الاتحاد ضمن مواجهات الجولة العشرة من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي ويخوض فريق مانشستر يونيتد مواجهة قوية إنما يحل ضيفا على نظيره تيتنهام في المواجهة المقرر إقامته في أسادسة والنصف مساء على استاد تيتنهام هوتسبير ضمن منافسات ذات الجولة من عمر مسابقة الدوري اشتركوا في القناة